اشتركوا في القناة خاصة وان الفرق بين النسخة العادية ونسخة البرو حوالي الف ريال تقريبا فخليني ابدأ معك بالمزايا واول حاجة موضوع التصميم المميز والجميل خاصة مع الشاشة الكاملة ولي فيها نتوء القطرة ولي بتأكيد افضل من النوتش الكبير ومعطي الجهاز تصميم او شكل افضل وكذلك الوزن والسمك هي اقل بشكل بسيط من البرو ولكن بتعز بالهاتف خفيف اثناء الاستخدام كذلك البطارية جيدة جدا وهي بحجم 4000 ميلي امبير وبتجلس معك يوم براحة او اكثر حسب استخدامك وانا جلست معي تشغيل شاشة لمدة 7 ساعات والشحن السريع موجود من تجربتي بتشحن 60% خلال 40 دقيقة كذلك جربت العب مثلا مودرين كومبات 5 او حتى بوب جي المدة ساعة وكان استهلاك البطارية 15% مع اني حاطتها على اعلى اضاءة وكذلك اعدادات اللعبة محطوطة على اعلى اعدادات وعندنا الشاشة الكبيرة واللي بحجم 6.5 انش وهي بدقة الفل اتش دي بلاس مع طبقة حماية القريلا قلاس ودعم الاتش دي ار تين واشوف ان السطوع والوان الشاشة ممتازة ومعنيت معها من اي مشاكل بالعكس كانت مناسبة للالعاب مشاهدة الافلام التصفح وغيرها من الاستخدامات طبعا لما نأتي للكاميرا فيه بتقدملك مزايا وجودة ممتازة فيه برضو تحمل عدسات لايكا والكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل والزوم بدقة 8 ميجابيكسل والعدسة الواسعة بدقة 16 ميجابيكسل والامامية بدقة 24 ميجابيكسل طبعا الكاميرا بتدعم كل المزايا الموجودة في الميت 20 برو مثل العدسة الواسعة وتصوير الماكرو وتصوير السينمائي للفيديو وغيرها من المميزات الخاصة بالكاميرا سواء مميزات الذكاء الاصطناعي أو التعرف مثلا على المنتجات وغيرها من المزايا الخاصة بالكاميرا بتحصلها بالميت 20 العادي فتجربة التصوير أشوفها ممتازة بهذا الهاتف كذلك أثناء الاستخدام شفت مزايا كنت مفتقدها بالميت 20 برو مثل منفذ 3.5 للسماعات وكذلك الـ FM راديو وسماعات سبيكر أشوفها أفضل بشيء بسيط من البرو وأعتقد أن السبب يرجع لمكان سماعات سبيكر في الميت 20 العادي وما أنسى أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 9 مع واجهة EMUI 9 الجديدة وهي نفس الموجودة على البرو الأداء ممتاز مع معالج الكرينة 180 ورام 6 جيجا بايت والتخزين 128 جيجا بايت مع دعم شريحتين اتصال وذاكرة خارجية من نوع النانو والمعالج هنا 7 نانو متر مع الجيل الثاني من الذكاء الاصطناعي والجيل الثاني من الجي بيو تيربو والذي يفيدك بالألعاب ويقدم لك تحسينات أفضل على الجرافيكس وعدد الفريمات وغيرها أخيرا السعر مقابل هالمميزات التي يقدمها الهاتف أشوفها برضو من المميزات فهو بسعر 2400 ريال ما يعادل 640 دولار تقريبا فهذه كانت أهم المميزات التي شفتها بالـ 120 الآن دعني أنتقل للعيوب وصراحة أول عيب هو عدم دعم الشحن اللاسلكي وشخصيا تعودت على هالميزة وفقدتها بالـ 120 وكذلك أنك لا تستطيع استخدام ميزة الشحن اللاسلكي العكسي أو أنك تشحن أجهزة ثانية لأن الجهاز لا يدعم الشحن اللاسلكي وكذلك من العيوب المعيار مقاومة الماء والغبار بالهاتف اللي هو الـ IP53 وهو أقل من نسخة الـ Pro وتمنيت لو كان بنفس المستوى طبعا هذا يمكن ما يهم ناس كثير لأنها بترجع لإستخدامك وحاجتك فهذه كانت مراجعتي وخلاصة التجربة لهاتف هواوي الميت 20 أتمنى أنها أفدتكم وشخصيا أشوف أنه هاتف ممتاز وكان أفضل من التوقعات اللي أنا كنت يعني متوقعها خاصة بهذا السعر وإذا كنت يعني شخص ما تهتم المزايا البريميوم الموجودة في الـ Pro وأكيد شاركوني رائعا